نؤكد من خلال هذا الكلام الرسمي لأننا استمعنا إلى ما تحدث به المشري من خلال مداخلة هاتفية لإحدى القنوات أنه يشترط في مقابلة فخامة رئيس مجلس النواب أن يكون اللقاء علنيا ضمن جهود التي تبذلها المملكة المغربية وهنا أؤكد أن فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيل صالح يشترط أن يعترف المشري ومجلس الدولة باعتباره أنه تحدث في هذا الجانب أن يعترف بمبادرة القاهرة بأنها هي الحل هذه المبادرة التي لاقت القبول الشعبي في داخل الليبي والقبول الدولي على أوسع النطاق وأؤكد أيضا بأن صيد رئيس مجلس النواب لا مانع لديه في اللقاء العناني يعني أهو السري في حالة أن هذا الرجل قد اعترف رسميا بهذه المبادرة التي لا تقصي أحد والتي فيها كل الجوانب العرفية والقانونية لإنهاء عصر الفوضى هنا وفي هذا السياق نؤكد أيضا أن هناك لجنتين حوار تم انتخابهما من قبل مجلس النواب والأخرى تم انتخابهما من قبل مجلس الدولة وهتان اللجنتان هما المعنيتان بالحوار الذي تطلقه البعثة الأممية وهتان اللجنتان قام مجلس النواب والدولة بتكليفهما وانتخابهما بشكل رسمي وأعتقد هما المعنيان بالحوار والتباحث وفق الرؤى التي تطلقها البعثة الأممية في ليبيا نؤكد أن سيد المستشار فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح يقابل الكثير من الأطراف الكثير من الأشخاص والهدف من كل هذه المقابلات